وسط تنديد رسمي وشعبي فلسطيني على القرار البريطاني وإدراج حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته رضوخاً للضغوطات الإسرائيلية وجزءاً لا يتجزأ من العقاب الجمعي كما أنه يساهم في وضع العراقيلة أمام أي فرص للسلام القرار جاء بعد أسبوع من لقاء جمع رئيس وزراء الكيان صيونين فتالي بنت بنظيره البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة المناخ ما أثار غضب الفصائل الفلسطينية التي عبرت بكل تواجهاتها السياسية عن رفضها للإملاءات الإسرائيلية محذرة في الوقت نفسه من التدعيات الخطيرة للقرار الذي يشكل استهدافاً لشعب الفلسطيني وحركات التحرر في العالم بل وامتداداً لسياسة بريطانيا الاستعمارية فالفلسطينيون يرون أن القرار تحول خطير في التعامل البريطاني مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي احتلال الأرض والإنسان الذي بدأته بريطانيا منذ وعد بيلفور وما زال الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يدفع الثمن